في كتير طرق وسط الحياة تاموا فيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد وتنتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق الطريق المترجم للقناة المترجم للقناة أصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانيين أصحاح متميز يطلق عليه أباء الكنيسة أصحاح الإيمان أنه يتحدث عن سحابة الشهود إيمان القدماء هذا الأصحاح يتحدث كثيرا عن الصليب رغم أنه أصحاح الإيمان لكن هناك على الأقل سبعة رموز للصليب في هذا الأصحاح لذا سيكون تركيزنا في حلقة اليوم حول الصليب في عبرانيين 11 وعندما نقول كلمة الصليب نحن لا نقصد علامة من خشب نحن لا نقصد رمزا من ذهب لكننا نقصد بكلمة الصليب أولا عمل المسيح له المجد على الصليب العمل الكفاري الكامل الذي أشبع قلب الله وأعد الخلاص للإنسان عندما أيضا نتحدث عن كلمة الصليب نحن نتحدث عن كفاية المسيح المصلوب لفداء الإنسان عندما نتحدث عن الصليب نتحدث أيضا عن نتائج الصليب عموما كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله لذا عزيز المشاهد الكريم سنمر على آيات هذا الأصحاح العظيم أصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانين لنرى الصليب في كل آيات هذا الأصحاح دعونا نبدأ أولا برموز الصليب في عبرانين 11 في بعض الأشياء بعض الرموز التي تشير إلى صليب ربنا يسوع المسيح في عبرانين 11 دعونا نبدأ أولا بالرمز الأول في عبرانين 11 من رموز الصليب وهو ذبيحة هابيل ذبيحة هابيل قبل ما أخوت في التفصيلات هقرأ مع حضراتكم الجزء الخاص بذبيحة هابيل في عبرانين 11 ثم أتوقف عند هذا الرمز مش أقدر أقول طويلا لأننا أريد أني أغطي كل الرموز اللي وردت في عبرانين 11 دعونا نقرأ أولا من الرسالة إلى العبرانين بداية من العدد الأول حتى ما نتوقف عند نهاية الحديث عن ذبيحة هابيل يقول الكتاب في عبرانين 11 وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجع والإيقان بأمور لا ترى فإنه في هذا شهد للقدماء بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قاين فبه شهد له أنه بار إذ شهد الله لقربينه وبه وإن مات يتكلم بعد آمين هذا الجزء اللي قرأ على مسامة حضراتكم يتحدث عن ذبيحة هابيل يبدأ الكتاب بالقول بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قاين على طول أفضل من يبقى فيه مفاضلة مفاضلة بين أخوين بين قاين وهابيل بينما قدمه هابيل قدم لله ذبيحة أفضل من قاين إذن عزيزي المشاهد الكريم عندنا ذبيحة هابيل وعندنا قربان قاين أو تقدمة قاين كلنا نعلم تماما أن هابيل وقاين أخوين الأكبر قاين والابن الثاني هابيل مولدين من الأب آدم ومن الأم حواء طبعا كلاهما عشا مع أبيهما آدم وأمهما حواء في الجنة طبعا عرفوا قطعا من آدم وحوى قصة الفداء اللي تلت قصة السقوط أو بالترتيب السقوط ثم الفداء طبعا قطعا حكوا قدام أولادهم عن الوقت اللي عاشوا فيه في حالة البراءة وكيف أن الله نفسه كان يتنازل يوميا ويمشي معاهم في الجنة عند هبوب ريح النهار لكن أكيد حكوا لأولادهم أن هذا الأمر انتهى تماما بالطرد من الجنة بعد أن أغوت الحي حواء أكلت وأعطت رجلها فأخطأ كلاهما يقول الكتاب بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اكتاذ الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع لكن سرعان ما أعض الله فداء لآدم وحواء إذ صنع الله لهما أقمصة من جلد وعلشان الله يصنع لهما أقمصة من جلد كان الأمر يتطلب ذبيحة وفي هذه الذبيحة نرى أجرة الخطية هي موت لكن من خلال جلد هذه الذبيحة نرى هبط الله حياة أبدية عزيز المشاهد الكريم صنع الله لآدم وحواء أقمصة من جلد وألبسهما فغطى عريهما وفي نفس الوقت الذبيحة اللي ذبحت وقع عليها القضاء من الله لأن أجرة الخطية هي موت وكأن هذه الذبيحة كانت بمثابة النائب بمثابة البديل لآدم وحواء طبعا هذا الرمز كان رمزا مؤقتا للذبيح الأعظم للبديل الحقيقي لربنا يسوع المسيح اللي مكتوب عنه أسلم من أجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا فآدم وحواء بالطبع حكياء لابنهما قيين وهبيل لكن للأسف الشديد قيين رفض هذا الفكر الإلهي وحاول أن يرضى الله بأعماله من خلال مجهوداته ومن خلال ثمر الأرض اللي الله سبق ولعنها لكن هبيل قدم ذبيحة أفضل أفضل لأنها بحسب فكرة الله أفضل لأن فيها دم يعني إيه دم؟ مش معناها أن الله يحب الدم لا مش معناها أنه إله دم ويحاشى لكن فيها دم يعني فيها أجرة الخطية هي موت يعني فيها شخص لازم يموت نتيجة الخطية بالعكس دي فيها محبة محبة أن الله قبل بديلا عن الإنسان إذن عزيزي المشاهد الكريم ذبيحة أفضل لأنها بحسب فكرة الله ذبيحة أفضل لأنها تعكس وتعلن وتبرز وتبين صفات الله في ذبيحة هبيل نرى صدق الله أجرة الخطية هي موت الله صادق إذن لابد من موت إما أن يموت هبيل أو أن يموت الذبيح أجرة الخطية هي موت وده اللي حصل ونشوفه لاحقا في حدثة خروف الفصح في بيوت المصريين كان البيت يا إما يبقى فيه خروف مذبوح يا إما الإبن البكر يقتل لازم يبقى فيه عد ميت يا الخروف يموت كرمز يا إما الإبن البكر يموت يقول الكتاب بالنص في خروج 12 خروج 14 ليس بيت إلا فيه ميت يعني إيه؟ يعني لازم حد يموت ليه؟ لأن الله صادق ففي ذبيحة هبيل نرى صدق الله في ذبيحة هبيل نرى صدق الله أيضا في ذبيحة هبيل نرى عضل الله عضل الله بمعنى أنه طالما مات الخروف طالما ماتت الذبيحة الله مش هي موت الإنسان مش هي موت هبيل لأن الله عادل ما ياخدش حقه مرتين أيضا في ذبيحة هبيل نرى محبة الله أنه يقبل أن يموت النائب والبديل الذبيح بديلا عن الإنسان وفي نفس الوقت الله بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا إذن في ذبيحة هبيل نرى كما قلت صدق الله نرى عضل الله نرى محبة الله أخيرا في ذبيحة هبيل نرى حكمة الله حكمة الله أنه حل المشكلة المعضلة معضلة كبيرة جدا الرب قال لآدم يوم تأكل من الشجرة موتا تموت فلازم يموت في نفس الوقت الله عايز يفديه الإنسان خاطي الله عادل الإنسان يستحق الموت لكن الله محب هذه المعضلة وجدت حلا في الصليب فالله أرسل ابنه الكامل القدوس ليموت على الصليب وبالتالي سدد عضل الله فالله عادل في نفس الوقت بيّن محبة الله لنا إذ ونحن وبعد خطاط مات المسيح لأجلنا إذن عزيز المشاهد الكريم هبيل قدم لله ذبيحة أفضل من قايم موقف الله من هذه الذبيحة يقول الكتاب فبه شهد له أنه بار هذا البر بر اكتسابي هذا البر اكتسبه هبيل نتيجة تبرير بالإيمان طبعا أحبائي عندنا أكثر من نوع من البر في بر الله وفي البر الذاتي بر الذاتي هو محاولة الإنسان أن يرضى الله بأعماله ومجهوداته وهذا البر لا يمكن على الإطلاق أن يحقق المستوى المرجو منه ولا يمكن على الإطلاق أن يصل إلى ما يتطلبه الله لأن الله علشان يرضى عني لابد أن أكون مثل المسيح لابد أن أكون قدوس وده مستحيل يحصل وبالتالي ليس لي بري الذي من الناموس بل البر الذي لي من الله عزيز المشاهد الكريم من فضلك لا تحاول إرضاء الله بمجهوداتك وأعمالك يقول المرنم إنما أعمالنا كلها أقدار ما بها تبر إذا صفيت بالنار لكن تعالى النهاردة خد البر الذي من الله بيسوع متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح هذا هو الرمز الأول من رموز الفداء في عبرانين 11 الصليب في عبرانين 11 رأينا أولا ذبيحة هابيل هذا يقودنا إلى الرمز الثاني من رموز الصليب في عبرانين 11 الرمز الثاني هو فلك نوح فلك نوح عزيز المشاهد الكريم كما رأينا في ذبيحة هابيل رمزا للمسيح نرى في فلك نوح أيضا رمزا للمسيح وكما اعتدت هقرى مع حضراتكم من عبرانين 11 الجزء الخاص بفلك نوح نبدأ القراءة من العدد السابع عبرانين 11 سبعة بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان آمين هذه الآيات القصيرة عبرانين 11 بتحدث عن فلك نوح وبتقول عنه بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته فلك نوح فلك نوح رمز ثاني هذا الأمر لكن في عجالة سريعة من أي نوع من أنواع الأخشاب صنع الفلك من أي نوع من أنواع الأخشاب كلنا نعرف أنه في أنواع كثيرة من الأخشاب يمكن الآن أنك تسرد عشرات الأنواع لكن صنع الفلك من نوع معين من الخشب اسمه خشب الجفر هذه الكلمة لم تذكر في كل الكتاب على الإطلاق إلا في حادثة الفلك خشب الجفر إيه خشب الجفر ده نوع معين من الأخشاب لم يذكر في الكتاب كلمة الجفر لم تذكر على الإطلاق كنوع من أنواع الأخشاب إلا بالارتباط بحادثة الفلك فكلمة جفر هي نفسها الكلمة cover غطاء كفارة إذن عزيزي المشاهد الكريم حتى نوع الخشب اللي صنع منه الفلك بيورينا كفارة المسيح وهو كفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا جميع الناس إذن نرى في نوع الخشب كفارة المسيح ثانيا الفلك عندما صنع والله أعطى هذا التصميم لنوح وضع كام باب لهذا الفلك الحقيقة رغم أنه فلك ضخم لكن صنع له بابا واحدا حتى أنه ما فيش زي كل الدنيا باب للدخول وباب آخر للخروم هو فلك واحد له باب واحد وهنا نرى أنه لا طريق ولا سبيل للوصول إلى الله إلا عن طريق واحد هو ربنا يسوع المسيح رب يسوع المسيح قال صراحة في يحنى 14 أنا هو الطريق والحق والحياة لم يقل أنا هو طريق طريق مثل باقي الطرق لا أنا هو الطريق والرسول بطرس في رسالة العبرانين قال في أعمال الرسل قال أنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص ليس اسم آخر إذن عزيز المشاهد الكريم طريق واحد للسماء هو المسيح باب واحد للفلك هو اللي بيشير إلى ربنا يسوع المسيح يبقى إذن الفلك صنع من خشب الجفر ثانيا الفلك له باب واحد في تصميم الفلك كنا نتوقع أنه الباب يبقى في النص طالما هو باب واحد يبقى في المنتصف لا الحقيقة الله عندما أعطى هذا التصميم لنوح الفلك في جانب الفلك الباب في جانب الفلك بابه في جنبه وأعتقد أنه واضحة أو الفكرة أنه باب الفلك في جنبه في جانب الفلك ليس في وسطه وده يورينا جنب المسيح المطعون الرب يسوع المسيح المطعون على الصليب طعن بالحربة في جنبه وبالتالي نرى في هذا الجنب المطعون ونرى في باب الفلك في جنبه رمزا للمسيح عزيزي المشاهد الكريم داخل الفلك في حياة داخل الفلك في طعام داخل الفلك في أمان داخل الفلك مع المسيح إذن الفلك رمزا لربنا يسوع المسيح قلت أن هناك إشارات كثيرة لوقت للحديث عنها تفصيليا أكتفي بالفكرة الأخيرة أن الفلك كان مطلي بمادة اسمها القار الزفت وطبعا دي لونها اسود والناس لما تبصوا على الفلك من برة ما تشوفوش جميل تشوفوش جذاب وده رمز للمسيح لا صورة له ولا جمال ولا منظر فنشتهي لكن النجاة والأمان داخل الفلك زي بالضبط شقق سليمان في خيمة الاجتماع كان فيه شقق الشقق بتاع الفلك زي الزفت المطل بيه الفلك نفس فكرة الشقق اللي في خيمة الاجتماع من الخارج جلود تخص سوداء، داكنة لكن من الداخل اللي يدخل بقى داخل خيمة الاجتماع يرى الشقق الجميلة فمن الخارج ترى جلود تخص لكن من الداخل ترى الشقق الجميلة الشخص اللي بعيد عن الله لا يرى جمال المسيح لا يرى متعة في المسيح شايف قيود شايف توبة شايف تعب شايف حياة مع المسيح صعبة فاش متعة في العالم سيكون لكم ضيق رحبن الباب واسع الطريق اللي بيؤدي للهلاك لكن ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي أؤدي للحياة يرى أن الحياة مع المسيح قرب وضيق ونسك وتقشف لا حياة مع المسيح رغم أن فيها توبة لكن فيها متعة ما تقدرش تحكم عليها من برة هتراها جلود تخس ممكن تشوفها زفت لكن لما تدخل من الداخل تشوف الشقق الجميلة هذا هو الرمز الثاني من رموز الصليب في عبرانين 11 هذا يقودنا عزيز المشاهد الكريم إلى الرمز الثالث من رموز الصليب في عبرانين 11 وهو كبش إبراهيم وعندما أقصد كبش إبراهيم أنا أقصد الكبش البديل اللي أعده الله بديلاً لإسحاق يقول الكتاب في عبرانين 11 موضوع تأملاتنا عن هذا الكبش كبش إبراهيم في الآية ابتداء من الآية 17 بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب قدم الذي قابل الموعيد وحيده الذي قيل له بأنه بإسحاق يدعى لك نسلاً إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضاً الذين منهم أخذه أيضاً في مثال عزيز المشاهد الكريم هذا الكبش اللي الله أوجده في قصة تقديم إبراهيم لإبنه إسحاق كلنا عارفين القصة أن الله طلب من إبراهيم أن يأخذ ابنه وحيده حبيبه وقال له تحديداً إسحاق قال له ابنه ممكن كان يبقى إبراهيم كان يبقى عنده إسماعيل وإسحاق ابنه ينفع لتنين ابنه وحيده كلاهما وحيد من الأم واحد من الأم صارة والتاني من الأم هاجر الذي تحبه طبعاً كأب بيحب الاتنين لكن قال له صراحةً خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وأصعده لي محرقة على إحدى الجبال التي أريك المحرقة تذبح تسلخ تقطع توقد بتمامها لله تفصيلات المحرقة موجود في سفر اللاويين الأصح الأول وفعلاً ميشي ثلاثة أيام والله أراه الموضع وكان جبل المرية وبالمناسبة في ذات المكان اللي قدم إبراهيم إسحاق ابنه في ذات المكان اللي ذبح في الكبش هو جبل المرية نفس المكان في أرشاليم اللي حدث فيه الصليب يعني حاجة عجيبة جداً لما تدرس الكتاب تعرف أنه في نفس المكان اللي إبراهيم قدم ابنه إسحاق هو نفس المكان اللي سليمان بنى فيه الهيكل هو نفس المكان جبل الجنجوسة أو الجنجومة اللي فيه المسيح مات على الصليب ذات المكان هو ذات المكان اللي فيه في قصة داود في بيضر أرنان اليابوسي الملاك قال كفى وعفى عن قتل بقية الشعب رائع جداً الكتاب المقدس موضوعه من البداية إلى النهاية الصليب من تكوين واحد لرؤية 22 نجد الصليب في كل أصححات الكتاب المقدس حقيقة كان المفروض إسحاق هو اللي يذبح كان المفروض إسحاق هو اللي يقطع كان المفروض إسحاق هو اللي يوقد لكن الله نادى من السماء وقال لإبراهيم إبراهيم إبراهيم الآن علمت أنك خائف من الله لأنك لم تمسك ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق عني والرب بقى أراه كبش ممسك في الغابة بقرني جاب إبراهيم الكبش وحطه مكان إسحاق وإسحاق تنحى جانباً وأنا بحب أشرح القصة دي من وجهة ناظر إسحاق إسحاق واقف بيتابع الموقف بيشوف أبوه وهو يذبح الكبش وكأنه هو بيذبح الكبش يحط إسحاق إيده على رقابته ويقول ويقول عني أنا عني أنا ذاق هذا الكبش العنى كان المفروض اللي يموت إسحاق كان المفروض اللي يذبح إسحاق لكن ذبح الكبش نائذاً وبديلاً عن إسحاق عندما تسيل الدماء من الكبش كانت هذه الدماء كانت المفروض تبقى دماء إسحاق لكن الله أوجد حلاً الله أوجد بديلاً الله أوجد نائباً ما ذنب هذا الكبش؟ مالوه الذنب إيه ذنب المسيح إنه يموت؟ مالوه الذنب لكن لأنه بيحبنا لأنه مات عني عني أنا؟ نعم عني ذاق المسيح ذا العنى شكراً للرب من كل القلب بعد كده أوقد إسحاق الكبش بالنار وبدأت النيران تلتهم هذا الكبش وإسحاق ينظر إلى هذا الكبش الموقد بالنار ويقول كان المفروض أنا أحترق في هذا النار لكن الله أوجد عني بديلاً ونائباً شكراً للرب يا لعمق حبه يا لعمق حكمته يا لعمق أمانته شكراً للرب من كل القلب عزيز المشاهد الكريم الحديث عن الصليب منعش حديث عن الصليب حل حديث عن الصليب حديث يا لذي لأذاننا أن تسمعوا أعد علي حديثاً يحلو لسمعي صدى عن سيدي وحبيبي وغاسلي بدماء فذاك خير حديث يحلو لسمعي صدى حديث منعش علشان نشوف الإنسان وهو يرى كبشاً مات لأجله بديلاً نائباً ويشوف عني أنا مبارك اسم الرب إلى الأبد أدعوك عزيز المشاهد الكريم الآن أن ترنم معنا هذه الترنيمة وتتغنى بعظمة ومحبة الله استمتع معي عزيز المشاهد الكريم بهذه الترنيمة ثم سنعود بعد هذه الترنيمة مباشرةً لمواصلة حديثي عن الصليب في عبرانين 11 ابقوا معنا سنواصل بعد هذا الفاصل لكن أدعوكم الآن للاستمتاع بهذه الترنيمة عرفين العمل شمس وقامر وكل الدنيا واللي نسمى منه توب كل يكون في الثانية واللي أنفسه تزلزل أساس القبل واللي معي عرف نهاية واللي معي عرف نهاية واللي معي عرف نهاية وبديته الأزل عرفين العمل شمس وقامر وكل الدنيا واللي نسمى منه توب كل يكون في الثانية عرفين العمل شمس وقامر وكل الدنيا واللي نسمى منه توب كل يكون في الثانية واللي أنفسه تزلزل أساس القبل واللي أنفسه تزلزل أساس القبل واللي معي عرف نهاية وبدأت الأزل أقدر أوله يا بوي أقدر أوله حبيبي أقدر أوله يا بوي أقدر أوله حبيبي أقدر أوله إلهي وأبوي وحبيبي أقدر أقول له إله إلهي وأبوي وحبيبي عرفي لما كان مصيري موت ونار أبدي نيزل وتصالب دادلي وسحق رأس الحلية عرفي لما كان مصيري موت ونار أبدي نيزل وتصالب دادلي وسحق رأس الحلية شل عني عار الخطيئة ونبوس العمل وصر لي في ضمان وشفاعة وأمل أنا أقدر أقول له يا بويا أقدر أقول له حبيبي أقدر أقول له إلهي وأبوي وحبيبي أقدر أقول له إلهي وأبوي وحبيبي أقدر أقول له إلهي وأبوي وحبيبي أقدر أقول له إلهي وأقدر أقول له إلهي أقدر أقول له أبوي وأقدر أقول له حبيبي ما كانش ممكن الإنسان يقترب إلى الله بهذه الطريقة ويقدر أقول له أقدر أقول له إلهي وأبوي وحبيبي إلا من خلال عمل المسيح على الصليب لولا الصليب من أنا يا سيدي لولاك يا فادي حياتي من أكون لولاك كنت تائها في غربتي وكان قلبي غارقا تحت الديون فأنا لك ولغيرك لن أكون إذن عزيز المشاهد الكريم من خلال عمل المسيح على الصليب خلانا نقدر نقول له الله إنه أبونا وإلهنا وحبيبنا قبل الفاصل كنت أتأمل معكم أحباء المشاهدين في الصليب في عبرانين 11 رأينا قبل الفاصل ثلاثة رموز الرمز الأول رأينا ذبيحة هابيل الرمز الثاني رأينا فلك نوح الرمز الثالث رأينا كبش إبراهيم نأتي الآن إلى الرمز الرابع من رموز الصليب في عبرانين 11 هذا الرمز هو يدى يعقوب يدى يعقوب ما المقصود بيدى يعقوب تفتكروا لما يعقوب حب يبارك ابناء يوسف تعالوا نشوف هذه القراءة الرائعة في عبرانين 11 21 بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاء في اختصار شديد كاتب الرسالة للعبرانين بيحق القصة في آية واحدة لكن كلنا عارفين أنه في سفر التكوين يوسف أتى بابنيه البكر منسة والأصغر أفراهم وجابهم قدام الأب يعقوب علشان يباركهم يوسف وضع البكر منسة على يمين يعقوب وضع الأصغر أفراهم على يسار يعقوب وكان متوقع أن أبيه يعقوب يضع يده بهذه الطريقة فتأتي يده اليمنى على الإبن الأكبر وهو منسة هو ده اللي ياخد البركة هذا هو التفكير الإنساني هذا التفكير المنطقي لكن لأن يعقوب في الوقت ده كان وصل إلى أعلى درجاته في النمو الروحي ولأن الله كشف لي أن البركة ستأتي إلى أفراهم وليست إلى منسة عمل حاجة غريبة جدا وضع يده اليمنى على الإبن الأصغر أفراهم ووضع يده اليسرى على الإبن الأكبر منسة وعمل منظر الصليب هذا التقاطع والصليب إذن عزيزي المشاهد الكريم في يد يعقوب نرى الصليب تأتي البركة من خلال الصليب تأتي البركات من خلال عمل المسيح على الصليب المسيح اللي مات أتى بكل البركات لو لا عمل المسيح على الصليب مكناش نقدر نرنم ونقول لله أقدر أقول له أبوي وأقدر أقول له إلهي وأقدر أقول له حبيبي ما كانش ممكن نعمل كده لأن الله قدوس الله يكره الخطية الله يضرب يد من حديد على الخطية الله سيلغي الخاطي في العذاب الأبد يبعد عني يا جميع فاعل الإث إلى النار المعدة لإبليس وملائكته لكن كيف يصير هذا الإله القدوس البار العادل اللي مكتوب عنه مخيف هو الوقوع في يدي الله كيف يصير هذا الإله محبا أبا حبيبا إلها أقدر أقول له إلهي أقدر أقول له أبوي أقدر أقول له حبيبي ليه لأنه فيه بركة تأتي من خلال الصليب حاول يوسف أنه يصلح الموقف فمسك إيدين أبيه علشان يشلهم الأب كان يعنيه ضعيفة فظن يوسف أنه أبيه أخطأ عندما وضع يديه بهذه الطريقة لكن الأب يعقوب قال له علمت يا ابني علمت علمت يا ابني علمت أنا فاهم بعمل إيه يا يوسف أنا فاهم أنه البركة ستأتي من خلال هاتين اليدين المتقاطعتين البركة ستأتي من خلال الصليب في هذا الرمز البسيط في عبرانين 11 نرى رمزا للصليب في يد يعقوب إذن رأينا الصليب في عبرانين 11 في أصح الإيمان في ذبيحة هابيل ثانيا في فلك نوح ثالثا في كبش إبراهيم رابعا في يد يعقوب نأتي الآن إلى الرمز الخامس من رموز الصليب في عبرانين 11 وهذا الرمز هو خروف الفصح خروف الفصح حقيقة هذا المظهر والمشهد الرائع في خروف الفصح نشوف الصليب في عبرانين 11 يقول الكتاب في عبرانين 11 ابتداء من الآية 24 بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزاء مصر لأنه كان ينظر إلى المجازات بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لألا يمسهم الذي أهلك الأبقار بالإيمان صنع الفصح ورش الدم خروف الفصح في سفر الخروج أصحاح 12 نرى رمزا بديعا للصليب حقيقة لما ترجع لسفر الخروج الأصحاح الثاني عشر تبتتأمل في حادثة خروف الفصح تلقى كل حاجة في الخروف كل كلمة كل إشارة تشير إلى المسيح أولا من كون الخروف صحيحا لازم يبقى صحيحا بلعيب رمزا للمسيح القدوس الذي لم يفعل خطية لم يعرف خطية ليس فيه خطيء لازم يبقى الخروف ابن سنة ليه؟ لأن متوسط عمر الخروف سنتين لما يموت عمره سنة يبقى مات في نصف أيامه وده رمز اللي ربنا يسوع المسيح اللي مكتوب عنه قطعة في نصف أيامه لازم الخروف يوضع تحت الحفظ من اليوم العاشر إلى اليوم الرابع عشر علشان يوضع تحت الحفظ علشان يكتشفوا إذا كان فيه أي عيب يتبعوه تماما لمدة أربعة أيام علشان يشوفوا فيه أي نوع من أنواع العيوب وبعد الأربعة أيام يكتشفوا أنه سليم تماما هذه الأيام الأربعة تشير إلى فترة وجود المسيح على الأرض عاش على الأرض وقف وقال من منكم يبكتني على خطية مين يقدر يمسك عليه غلطة مين عاش حياته مين قال كلامه إزاي يحول عناي عنه بعد كده يأخذ الخروف ويذبح بين العشاءين وده معناه في ذات التوقيت اللي مات فيه المسيح على الصليب كمان يأخذ الدم ويوضع في تست ويرش الدم بالزوفة على القائمتين والعتبة العليا ويأخذ هذا الخروف يشوى بالنار وده يورينا النبوات اللي تمت عن المسيح أنه على الصليب أرسل الله من العلاء نارا فصرت في عظامه ذاب قلبي كالشمع أمام اللهيب كمان الخروف كان يؤكل رأسه مع أكارعه وجوفه ورأسه بترينا أن المسيح لم يعرف خطية أكارعه اليدين والقدمين ترينا أنه لم يفعل خطية أحشاءه ترينا أنه ليس فيه خطية كان يؤكل الخروف على أعشاب مرة لازم نتذكر ونتفاعل مع الألم اللي مات فيه ربنا يسوع المسيح لكن كمان يؤكل معاه فطير لمدة سبعة أيام بعد كده الفطير ترينا حياة النقاء الدائم حياة الإخلاص المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا إذن فلنعيد لا بخمير الخبث والشر بل بفطير الإخلاص والحق عزيز المشاهد الكريم الشخص اللي بيرفض أنه الخروف يموت لأجله اللي بيرفض أنه يدخل داخل الأعتاب المرشوشة بالدم اللي بيرفض أنه يأكل من هذا الخروف المشوه بالنار ويعيش خارج الأبواب الملاك المهلك هيعدي ويقتلوه كلام واضح وصريح وحذف بالفعل في أرض مصر ومات كل الأبكار من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية لكن اللي أمنوا وصدقوا يقول الكتاب بالإيماني صانع الفصح ورش الدم لألا يمسهم الذي أهلك الأبكار لو التقينا ببكر من أبكار الإسرائيليين الناجين ونقول له أنت بكر يقول نعم كيف لم يمسك الذي أهلك الأبكار يقول لأني دخلت واحتميت داخل الأعتاب المرشوشة بالدم ده مش بس دخلت واحتميت لكن تعشيت لأن أكلت كمان خروف مشوي شكرا للرب من كل القلب اللي يعيش مع المسيح يعيش في عز في خروج 12 خروف مشوي في يحنى 21 سمك مشوي الرموز رائعة للعيشة الحلوة مع المسيح لكن في لؤى 15 الابن الضال كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي تأكله خنزير والنتيجة فلم يعطيه أحده تعالى للمسيح أيها الجائع للعرس العظيم أيها الجائع للعش العظيم يوجد لك مكان المحبة قد أعدت كل شيء فتعالى للمكان تعالى لا تؤجل كل من الخيرات عجل العريس قد أعدت كل شيء يوجد لك مكان لكن احضر عزيز المشاهد الكريم عن قريب سوف يغلق ذا الباب حين يمتلئ المكان إن قرعت سوف تسمع الجواب لقد فاتك الأوان فتعالى لا تؤجل كل من الخيرات عجل فتعالى رغم شرك ضع عليه كل حملك رب النهاردة بيقول لك تعالى عندنا رمز رائع من رموز الصليب في عبرانين 11 عزيز المشاهد الكريم بعد أن رأينا حتى الآن خمسة رموز للصليب في عبرانين 11 رأينا على الترتيب ذبيحة هابيل ثانيا فلكنوح ثالثا كبش إبراهيم رابعا يدى يعقوب خامسا قروف الفزح نرى الرمز السادس وهو عبور البحر الأحمر عبور البحر الأحمر كان رمزا للصليب يقول الكتاب في عبرانين 11 الآية 29 بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا عبر الشعب البحر الأحمر عبور البحر الأحمر يرينا الصليب يكفي أن أقول أن كلمة الصليب الإنجليزية كروس وهي نفسها كلمة عبور زي pass over برضو عبور الفصح نفس كلمة الفصح معناها عبور فكلمة الفصح معناها عبور كلمة الصليب معناها عبور والبحر الأحمر عبر بهم من أرض العبودية إلى الضفة الأخرى في طريقهم إلى الأرض الشهية إلى الأرض البهية إلى الأرض التي تفيد لبنا وعسلا قادهم من العبودية القاسية في الطين إلى الحرية عبروا في البحر كما على اليابسة شكرا للرب من كل القلب برغم فيه أمواج عاتية لكن عبروا شكرا للرب من كل القلب في عبور البحر الأحمر نرى الإنقاذ من الدينونة نرى الإنقاذ من الغضب نرى ساتر من الماء وأرض يابسة عبر عليها شعب الله من اليمين واليسار مياه واقفة هذه المياه ذاتها هي اللي أغرقت المصريين أغرقت فرعون مصر وأغرقت كل جيوشه وكل جنوده المركبية غاصوا في المياه غاصوا كالرصاص في مياه غامرة لكن عبر الشعب بحرية على الشاطئ الآخر شاطئ النجاة وقفت مريم تقود النساء في رقص بدف أيضا رنم موسى ترنيمته الخالدة هذا إلهي فأمجده إله أبي فأرفعه الفرس وراكبه ترحماه في البحر مبارك اسم الرب إلى الأبد هل اختبرت هذه الترنيمة ترنيمة النجاة ترنيمة العبور هل تقدر ترنم هذه الترنيمة اللي رنمها موسى ترنيمة موسى في خروج 15 هل عزيز المشاهد الكريم تقدر تستمتع حقيقة بهذه الكلمات وتقول مع موسى حينئذ رنم موسى وبنوا اسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا أرنم للرب فإنه قد تعظم الفرس وراكبه ترحماه في البحر الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي هذا إلهي فأمجده إله أبي فأرفعه الرب رجل الحرب الرب اسمه وبدأ بقى يرنم ويعظم الرب يقول له من مثلك بين الآلهة يا رب من مثلك معتزا في القداسة مخوفا بالتسبيح صانعا عجائب شكرا للرب من كل القلب هذا الرمز الرائع اللي كان موضوعه في حلقة اليوم الرمز السادس وهو عبور بحر صوف البحر الأحمر هذا يأتي بنا أخيرا إلى الرمز السابع والأخير من رموز الصليب في عبرانين 11 وهو الحبل القرمزي الحبل القرمزي اللي نزلته رحاب الزانية من الكوة وطبعا فيه إشارة إلى رحاب في عبرانين 11 يقول الكتاب بالإيمان سقطت أصوار أريحة بعد مطيفة حولها سبعة أيام بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاد إذ قابلت الجاسوسين بالسلام الحقيقة الحديث عن رحاب يعني حديث يملأ القلب بالسجود لله ليه؟ لأن رحاب هي المرأة الأممية الوحيدة التي ذكرت في عبرانين 11 وضعت جنبا إلى جنب مع أم المؤمنات صارة الأميرة الجميلة واحدة من أعظم النساء المتعهدات بتقوى الله فالنعمة تحط صارة مع رحاب صارة مع رحاب يا للنعمة صارة هذه الذوجة التقية اللي كانت بتخاف الله وتدعو إبراهيم سيدها اللي مكتوب عنها إنها واحدة كمثال للنساء المتعهدات بتقوى الله لما حب الكتاب يختار واحدة كمثال للنساء المتعهدات بتقوى الله اختار صارة لكن رحاب لقبها الدائم رحاب الزانية لكن النعمة تحط الاثنين مع بعض لكن هذه النعمة كانت على أساس الصليب كان لازم رحاب طبع علامة تنزل من الكوى حبلا قرمزيا قصة وردت تفصيلاتها في سفر يشوع في سفر يشوع نشوف الجاسوسان اتفقا معها على علامة النجاة يقول الكتاب اسمعوا ماذا قال الكتاب في يشوع اتنين فأرسل يشوع ابن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا قائلان اذهبا انظراء الأرض وأريحة فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية في كل مكان يارد اسم رحاب ملتصق بها هذا اللقب الصعب رحاب الذانية دخلا بيت امرأة زانية اسمها رحاب والضجعاه هناك فقيل لملك أريحة هوذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل لكي يتجسسي الأرض فأرسل ملك أريحة إلى رحاب يقول اخرج الرجلين الذين أتيا إليك ودخلا بيتك لأنهما قد أتيا لكي يتجسسي الأرض كلها فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت نعم جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان لست أعلم أين ذهب الرجلان اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركهما وهنا قدرت تنقذ الرجلين واعتبر الكتاب عمل من أعمال الإيمان لأنها أمنت بإلههم وأما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما يعني خبأتهما ووارتهما بين عيدان كتان لها منضضة على السطح فسع القوم وراءهما في طريق الأردن إلى المخاوض وحالما خرج الذين سعوا وراءهما أغلقوا الباب وأما هما فقبل أن يتضجعا صعدت إليهما إلى السطح وقالت للرجلين شوفوا بقى الإيمان اللي اتعمل في قلبها علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض عرفت إزاي يا رحاب الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله سمعت علمت وأن رعبكم قد وقع علينا وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر السوف قدامكم عند خروجكم من مص شوف هنا كلمة الله لما توصل حتى لإمرأة زانية ممكن تعمل فيها تغيير علشان كده لازم نوصل كلمة الله ومن نجدعه بالنتيجة إن توصل كلمة الله وكلمة الله وحدها هي تعمل في القلب سمعت رحاب وتغيرت نتيجة السمع لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر السوف قدامكم عند خروجكم من نصر وما عملتموه بملكي الأموريين الذين في عبر الأردن سيحون وعوج الذين حرمتهما سمعنا فذابت قلوبنا سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في أنسان بسببكم لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت وبعدين اتفقت معاهم على علامة أمانة علشان تحيا هي وأبيها وأمها وإخواتها وأخواتها وكل ما لها فقالوا لها كده قالوا لها فقال لها الرجلان بالنص كده نزلي حبل من الكوة لأن بيتها بحاقة الصور ونزلت حبل من الكوة وفعلا الرجلان قالوا لها نحن بريئان من يمينك هذا الذي حلفتنا به واذا نحن نأتي إلى الأرض فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في الكوة اكتفي بهذه الفكرة وأقول أن الكوة شباك نزل منه حبل قرمزي لونه أحمر بالضبط صليب المسيح جانب المسيح المطعون قطرات الدم مثل الحبل القرمزي وفعلا لما جم الرجال يغزوا أريحة البيت الوحيد اللي نجا هو البيت اللي فيه حبل قرمزي شكرا للرب من كل القلب وفعلا لما جم يقولي كتاب في أصحاح اتنين من سفر يشوع فانطلقا وجاء إلى الجبل ولبثا هناك ثلاثة أيام حتى رجع السعاد وفتش السعاد في كل الطريق فلم يجدهما لكن طبعا لما سقطت أصوار أريحة في أصح ستة وقتل كل الشعب من الملك إلى العبيد نجت رحاب الزانية وأهل بيتها بسبب حبل قرمزي إنه رمز للصليب في عبرانين حداشة عزيز المشاهد الكريم بعدما استمتعنا معا بهذه الرموز أقدر أقول الصليب يبرر كما في ذبيحة هبيل الصليب ينقذ كما رأينا في فلكنوح الصليب يفدي كما رأينا في كبش إبراهيم وابنه إسحاق الصليب يبارك زي ما شفنا في ابناء يوسف الصليب يحرر كما حدث مع الشعب القديم الصليب يعبر بنا من إله كما حدث في عبور البحر الأحمر وأخيلا الصليب الصليب يخلينا نثمر ونسمو رحاب الزانية تزوجها واحد من شعب الله وصارت جدة للمسيح بالجسد يا للنعمة شكرا للرب يخلينا نسمو الصليب يعل المقام ميت وخاطي أحياني مقامي واطي علاني ملك وكاهن خلاني حررني يسوع عزيز المشاهد الكريم أتمنى تكون استمتعت معي بحلقة اليوم وإحنا بنتكلم عن الصليب في عبرانين 11 أدعوك أن تفكر في عمل المسيح على الصليب وأن تخصص هذا العمل لنفسك أنك النهاردة تطلب من الرب بتوبة حقيقية أنه يغيرك وأن دم المسيح ابني يطهرنا من كل خطية عزيز المشاهد الكريم أوعى تقول أنا ذنبي كبير رب ما يقدرش عليه والشيطان يجي ويقول لك يغفر لك إيه ولا إيه في آية في الكتاب المقدس بتقول خليك فكرها على طول أوعى في يوم تنساها لحسن يغلبك إبليس على طول الآية بتقول دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية عزيز المشاهد الكريم مهما كان الذنب كبير أو قلبك إسود شرير والإبليس أصبحت أسير محتاج أول التحرير دم يطهر من كل خطية ويحرر إلى التمام وخلاص كامل من العبودية يملأ قلبك بالسلام أدعوك عزيز المشاهد الكريم أن تقرأ عبرانين 11 أن تراجع الأفكار الكثيرة اللي قلتها في حلقة اليوم وتتأمل في الصليب في عبرانين 11 وتخصص عمل المسيح لأجلك أنت شخصيا وتقول ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي وإلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة الرب معكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر